مرحباً مرحباً بكم مرة أخرى في قناة دكتور ميغنيسيوم معي دكتور ليكي جان واليوم سأقوم بإسقاط مقطع فيديو سريع حقاً حول ميكروبيوم الأمعاء إذن أولاً ما هو الميكروبيوم المعوي؟ إنها البكتيريا التي تعيش داخل أمعائنا لدينا بشكل أساسي للمساعدة في تحلل بعض المنتجات الغذائية وتمكيننا من امتصاص العناصر الغذائية الموجودة بداخلها يمكن أن تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على ميكروبيوم الأمعاء إما بشكل مباشر عن طريق كونها سامة لها بالمواد الكيميائية الموجودة داخل الطعام أو عن طريق تغيير مستويات الحموضة داخل الأمعاء نفسها والتسبب في موتها بهذه الطريقة المشكلة التي يسببها هذا هي أنه إذا قامت بكتيريا الأمعاء بإنهاء استعمار الأمعاء فإنها تترك مساحة لإعادة استعمار البكتيريا السيئة يمكن لهذه البكتيريا بعد ذلك تحطيم منتجات النفايات والمنتجات الغذائية وتسبب نفايات سامة بحد ذاتها والتي تهيج الأمعاء بشكل مباشر وتسبب الالتهاب أو يمكنها هضم بعض المنتجات الغذائية جزئيا مما يسبب الغازات داخل الأمعاء والانتفاخ وتشنجات البطن والحالة التي نعرفها باسم القولون العصبي أو متلازمة القولون العصبي يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن للأمعاء نفسه إلى حالات أكثر خطورة وحالات أكثر خطورة مثل مرض التهاب الأمعاء ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي الذي يمكن أن يتطور بعد ذلك إلى سرطانات وسرطانات الأمعاء بمرور الوقت التأثير العام للالتهاب المزمن يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية ذاتية من الجسم أيضا مما يسبب متلازمات التعب المزمن يمكن أن يؤدي عدم قدرة الأمعاء على امتصاص بعض العناصر الغذائية إلى سوء الامتصاص وسوء التغذية ولكن ظهرت أيضا أبحاث جديدة تربط بشكل مباشر الالتهاب داخل الأمعاء بحالات أخرى أكثر خطورة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق الامتصاص الزائد لبعض الدهون مما يؤدي إلى مرض الشريان الدهني والنوبات القلبية الأمراض الدماغية الوعائية تضرب بنفس الطريقة التي شرحناها للتو مع القلب ولكنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى أمراض الغذد الصماء والحالات الأيضية التي يمكن أن ترفع ضغط الدم تسبب مرة أخرى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب أيضا مرض السكري هو حالة كبيرة أخرى تسببها وهي معروفة وترتبط بالتهاب الأمعاء لذا فإن التأثيرات على الجسم من خلال حدوث تغيير داخل الأمعاء نفسها يمكن أن تكون ضارة جدا على المدى الطويل ولهذا السبب من المهم اتباع نظام غذائي جيد يحتوي على نسبة منخفضة من الأطعمة فائقة المعالجة من أجل الحفاظ على صحة الأمعاء إذا حافظنا على صحة الأمعاء فإننا نحافظ على صحة أجسامنا ونقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف وأمراض القلب وأمراض الغدد الصماء وأمراض المناعة الذاتية والسرطان من المفيد جدا الحفاظ على أمعائك جيدة وصحية وهذا سبب وجيه آخر للتوقف عن تناول الأطعمة فائقة المعالجة من أجل الحفاظ على أمعاء صحية جيدة حسنا شكرا لك على مشاهدة هذا الفيديو القصير ونأمل أن نتحدث إليكم جميعا قريبا شكرا لك وعلى اللقاء